يعني الأتراك يعترفون أيضا بفضل الأكراد في معاوناتهم في حكم البلاد وفي الدفاع عن البلاد نعم نعم يعني أم كانوا في أول في أثناء حرب قبرص على تركيا أراد خروج إلى جزيرة قبرص بشكل أو تدخل عسكري تركيا إلى قبرص كان في أول السفوف المقاتلين المتطويين أكراد من ديار بكر وغيرها لم يكن هناك أصلا أي شعور للكراهية أو تنافر بين الطرفين على الأكس كان هناك محبة قائمة ولكن بعدما ظهر هزب الأموال الكريستاني سبب تجفة شعورية إلى حد دم بين الأكراد بين بعض الأكراد ليس كل الأكراد بعض الأتراك وهم يرون أنهم يعني لم يحصلوا على الدولة ويعني حصل عليهم ظلم بسبب يعني انهيار الدولة الأثمانية لم يكن بل بريطانيا وفرنسا هم الذين اقتصموا إرس الدولة الأثمانية وقصموا على دول الأتراك لم يكن حاكمين في أثناء تقسيم هذه المنطقة أبدا لذلك لابد من شو يسموه الوحدة يعني وحدة بدء الزمان صايد نورسي وهو من علماء العقراط يقول هناك مخرج مخرج ماذا أن يكون مواحدين يعني يعني تحت صقف واحد تحت السماع واحد إنما كنا شعشعرنا عننا إخوة في هذه العالم يتوقع هناك حيث للغربة الاتراب الاتراب بين تركي وكردي وغير ذلك طبعا علينا أيضا أن نكون عادلين تجاه أجناس أخرى يعني يعني أجناس يعني عندما نطلق أجناس لا أقول أنهم مختلفون عنا أو فرقاء لا أبدا ولكن يعني كجنس بشري نحن أتركهم أكراد وغيرها ليس هناك ميزة بيننا وبينهم لا بد أن نعاملهم نعاملهم بالحسنة وأيضا بالحقوق يعني أن يكون هناك تساوي في الهقوق والواجبات في هذه الحالة لم يتبقى هناك شعور بالإقتراب في الأكراد أترك لا يشعرون أصلا بهذه الإقتراب بيننا وبين الأكراد ولكن يوجد بعض الناس يعني بسبب الجهل يقرحون آخرين يعني هناك كلام عربي ماذا يقول الذي نعم الذي شو يسموه يعني الذي لا يعرف آخر يعدي ربما نعم يعني نعم من هذا الباب ربما لدى البعض كراهية وكراهية متبادلة لا بد من إزالة هذه الغشابة يعني من عيوننا صحيح كما وصفها دولة بخشلي وأيضا رجب طيب أرضوان صحيح دولة بخشلي طبعا إنما تحدث بهذه النبرة تحدث حكيما كما ذكرته لأنها يمثل اليمين تركي صحيح اليمين التركي إذا كان لا يعادي أكراد أترك بالأخرى لا يعادي يعني أو إسلاميين إسلاميين لا يعادي بالأخرى الأكراد ولا غيرهم من الأجناس أو قوميات ترجمة نانسي قنقر